بسم الله الرحمن الرحيم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأنفكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتفى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتره ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتفق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتفى الله يكفر عنه سيئاته ويؤظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجركم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أضعن لكم فآتوهن وجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن سعاثرتم فتتعبع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رلقه فلينفق مما آتاه الله لا يكله الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عثت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاطبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فد أنزل الله إليكم ذكرا ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا قال يحسن الله له رزقا الله الذي خلق تبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما شكرا